قرر مجلس الإدارة في جلسة 11 مايو 1945 عرض الأمر كله على وزير الشؤول الاجتماعية وتكليف أحمد عبود باشا وأحمد فؤاد أنور باشا وكلاي النادي بمقابلة وزير الشؤول الاجتماعية عبد المجيد علي بدربك وفي اليوم التالي 12 مايو 1945 راح أحمد عبود باشا وأحمد فؤاد أنور وكلاي النادي لمقابلة وزير الشؤول الاجتماعية عبد المجيد علي بدربك وتم عرض الأمر عليه وجه في محضر جلسة مجلس الإدارة المنعقد يوم 13 مايو 1945 ما يلي فإذا ذلك أبدى وزير الشؤون رغبته أن تقدم له مذكرة من صورتين من قانون النادي واشتراك مختلف الهيئات وقيمة ما يتقضاه من طلبة الجامعة ووعد بأنه بعد اطلاعه على هذه المذكرة سيعفي النادي من شرط تقصيص أيام لطلبة المدارس والهيئات وتقرر تقديم المذكرة ومرفق بها صورتين من قانون النادي صباح اليوم التالي اللي هو 14 مايو 1945 وجه فيها بالضبط زي اللي جه في محضر الجلسة اللي انعقدت في نفس اليوم إن قانون النادي ينص على قبول طلبة وطلبات المدارس العليا المصرية والأجنبية كأعضاء منتسبين بغير تحديد عددهم وينص كذلك على أن يكون رسم دخولهم بالنادي جنيه واحد واشتراكوهم جنيها ونصف فإذا أرادوا الاشتراك في الحمام فيكون اشتراك الطالب جنيهان والطالبة جنيها واحدا أما الأعضاء العاملين فرسم دخولهم خمسة جنيهات واشتراكوهم ثلاثة جنيهات واشتراكوهم في الحمام جنيهين والأعضاء الأعيان رسم دخولهم عشرة جنيهات واشتراكوهم عشرة جنيهات واشتراكوهم في الحمام جنيهين أما الأشخاص الذين ليسوا أعضاء بالنادي ويرغبون الاشتراك بالحمام فقط فيدفعون سبعة جنيهات مصرية ومن هذا ترون مع عليكم أن النادي يقبل طلبة الجامعة وطالباتها بدون قيود وباشتراكات مخفضة ولهذا نطلب اعتبار المبلغ الذي دفعته وزارة الشؤون الاجتماعية للنادي الآلي مساعدة له على إنشاء حمام السباحة تبرعا منها غير مقيد منها بأي شرط حتى يستطيع النادي القيام بوجبه الرياضي على الوجه الأكمل وفعلا وافق وزير الشؤون الاجتماعية وأشر على مذكرة النادي الأهلي وقال وافق على هذا الطلب بعد التأكد من أن طلبة وطالبات الجامعة وهم من أرقى طبقات الشعب سيكون لهم حق استعمال الحمام باشتراكات مخفضة وهكذا أصبح حمام السباحة ملكا خالصا للأهلي وأعضاء واستعد النادي اللي افتتاحه في اليوم التالي 15 مايو 1945 في حضور وقصدر الملك فاروق وقرى سعادة فؤاد أنور باشا على المجلس الخطاب اللي حيلقيه في حفلة افتتاح الحمام ووافق المجلس على البرنامج النهائي للحفل وأصدر القصر الملكي بيان نشرته السحف بمناسبة زيارة الملك فاروق للنادي الأهلي جه فيه تحت عنوان ديوان كبير الأمناء يوم الثلاثاء 15 مايو في الساعة الخامسة والدقيقة الحديثة 10 بعد الظهر استقل حضرة صاحب الجلالة الملك السيارة الملكية من قصر عبدين العامر وفي المعية الثانية صاحب العزة القائب مقام محمد توفيق زاهر بكل الياور قاصدا في رعاية الله إلى النادي الأهلي للرياضة البدنية بالجزيرة للتفضل بافتتاح حمام السباحة الذي أنشأه النادي وكان في استقبال الملك فاروق الأمراء والنبلاء من أعضاء الأسرة الملكة وحضرة صاحب الدولة محمود فهم النقراشي باشر رئيس مجلس الوزراء وأصحاب المعالي الوزراء وبهي الدين بركات باشر رئيس دوان المحاسبة اللي هو دلوقتي يعتبر الجهاز المركزي للمحاسبات ومعهم كبير الأمناء وأعضاء اللجنة الأهلية للرياضة البدنية وأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي ورؤساء الاتحادات الرياضية وحضرة صاحب السعادة محافظ القاهرة وحضرات كبار رجال الأسر الملكي شوفوا أهمية الحدث ده جاب مين يحضرونه وزي ما ذكرت صحيفة المؤطم وعند وصوله صافح جلالة الملك المدعوين ثم تفضل جلالته فأزاح بيده الكريمة السطار عن اللوح التذكري لإنشاء حمام السباحة ثم تبوأ مكانه السامي وهنا اتقدم أحمد فؤاد أنور باشا وكيل النادي الأهلي فألقى كلمة النادي اللي تكلم فيها عن أسباب بناء الحمام وإزاي تم تمويله وشكر تبرع أحمد عبود باشا بالمساهمة الأكبر في بناء الحمام وختم كلمته متحدثا عما قدمه سعادة عبد الحميد عبد الحق باشا وزير الشؤون الاجتماعية السابق ومعالي عبد المجيد عمر بيك وزير الشؤون الاجتماعية الحالي من معونة لهذا المشروع الرياضي العظيم وبعد كلمة النادي الأهلي بدأت المسابقات في السباحة والألعاب المائية بين سباحي وسبحات النادي وسباحي وسبحات المدارس المختلفة وبعد المسابقات تم تنظيم حفل شاي وصير كده كاستراحة وبعد الاستراحة أعلن وكيل النادي الأهلي أحمد فقد أنور باشا إن أحمد عبود باشا تبرع بثلاثة آلاف جنيه بخلاف تبرعاته السابقة بمناسبة تشريف جلالة الملك للحفل وإن حضرة محمد حسن العبد بك اتبرع بألف جنيه لنفس المناسبة وبعدين تفضل صاحب الجلالة الملك وسلم الكؤوس للفائزين في المسابقات وتم تقديم عدة كؤوس للمسابقات منها كاس الملك فؤاد الأول وكاس عبود باشا وكاس جريدة أخبار اليوم ثم كاس الجورنال دي ايجيبت وبعدين انتهى الحفل بمغادرة الملك فاروق للنادي الأهلي وهو بيوضع الحاضرين وراجع إلى مقره بأصر عبدين وهكذا بدأ حمام السباحة بالنادي الأهلي عمله يوم 15 مايو 1945 تاريخ طويل أوي من 1945 لغاية النهاردة خرج من حمام السباحة ده الكثير والكثير من الأبطال رجال وسيدات مثلوا الأهلي ومثلوا مصر في كافة المحافل الدولية ويذكر التاريخ إن أول مدير لحمام السباحة كان الأستاذ يوسف عز الدين أفندي وفي نفس السنة سنة 1945 وبجلسة 18 سبتمبر 1945 أثيرت مسألة مشاركة بعض الأجانب بفرق كرة السلة وبعض فرق النادي وشاركوا في بعض المسابقات الأمر ده أثار انزعاج أعضاء مجلس الإدارة النادي له قرارات سابقة بترفض أن يمثل فريق النادي في المسابقات أي أجنبي صحيح فيه أعضاء أجانب بيمارسوا الرياضة بصفة منتسبة لكن الاشتراك ضمن فرق النادي في المسابقات أمر يعتبر خط أحمر عشان كده صدر قرار قوي كان نصه إيه؟ قرار المجلس أن تكون المصرية هي الطابع الذي يسود النادي وعلى لعبيه في المباريات ألا يليق بقرامة النادي أن يستعين بأشخاص لا تربطهم بالقومية المصرية أن يتصلها وقد تقرر تبليغ هذا القرار لجميع سكرتاري الألعاب القرار بسياخته ديه بيعيد الأمور لنصابها عند بعض سكرتيري الألعاب لأن بعضهم حاب ينجح في لعبته بأي شكل دون النظر إلى هوية النادي وطابعه المتمثل في أنه نادي مصري للمصريين فضم بعض الأجانب لفرق النادي في المسابقات صحيح النادي حيكسب المسابقات لتفوق الأجانب لكنه حيفقد هويته كنادي مصري تأسس من أجل المصريين عشان كده كانت قوة القرار